حطت طائرة في مطار الملك خالد بالرياض على متنها 187 مواطناً سعودياً قادمين من لوس أنجلوس وذلك ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج وتعد رحلة الخطوط السعودية استثنائية إذ تطلب تشغيلها اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تمثلت في تنفيذ رحلتي ذهاب وعودة إلى أبعد وجهتها الدولية بأربع أطقم من الملاحين تضم ثمانية طيارين ومساعدهم لمقصورة القيادة وخمسة وثلاثين مضيفاً ومضيفاً في مقصورة الضيوف وبمجموع ثلاثة وأربعين ملاحاً تولوا بالتناوب مهما القيادة والخدمة الجوية ذهاباً وإياباً دون مبيت الرحلة استغرقت اثنتين وأربعين ساعة ذهاباً وإياباً دون توقف وتعد من أطول رحلات الطيران المباشرة المجدولة دولياً وفي صباح يوم الخميس السادس عشر من إبريل أقلعت الطائرة السعودية من جدة إلى لوس أنجلوس بسم الله الرحمن الرحيم اليوم 16 أبريل 2020 رحنا تاريخية جدة لوس أنجلوس الدم عيدة كباتل كابتن ماجر يماني كابتن ياسر بسام السبهاني بسام السبهاني كابتن هاد الحسون والشباب هارون برناوي وفهد اسهلي عبد العزيز القثمي ورأس البكري نحن وصلنا لوس أنجلوس ونشارب نطلع بعد حوالي ساعة أو ساعتين إلى المملكة العربية السعودية وهكذا استقبل مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية رياض تاقم رحلة إجلاء المواطنين بعد وصولهم لوس أنجلوس نشاهد تاقم رحلة إجلاء المواطنين تاقم رحلة إجلاء المعالي تاقم رحلة إجلاء ترين حان الزخص ي juvenل ي portion ي constه تاقمnelle شكرا